السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في التمرين الرقم 3 من درس الاحتمال إذن نبدأ بقراءة موطيات التمرين يحتوي كيس على 4 بيضاقات بيضاق مرقمة 0112 و 5 بيضاقات حمراء مرقمة 11220 نسحبها شوائيا وفي آن 1 3 بيضاقات من الكيس احسب احتمال الحصول على إذن 1 3 بيضاقات من نفس اللون جوج 3 بيضاقات تحمل نفس الرقم سؤال 3 3 بيضاقات أرقامها مختلفة متنة متنة و 4 3 بيضاقات مجموعة أرقامها يساوي 3 إذن كالخصوص التمرين إذن لدينا 1 الكيس فيه 4 بيضاقات بيضاء وأرى 5 بيضاقات حمراء إذن تجربة سحب في آن 1 نسحب في آن 1 5 أو 3 بيضاقات من الكيس إذن نعتبر أوميغا كو الإمكانية هذه التجربة إذن مدام عندنا السحب نسحبه 2 فنستعمل التأليفة نسحبه 2 أو في آن 1 إذن الكاردينال ديال أوميغا إذن نحن نسحبه 3 بيضاقات من أصل 9 إذن ثلاثة من السد إذن نستعمل الآن لحسيبة نحسبك الثلاثة 84 إذن سؤال لول قالوا أن أحسو باحتمال إذن نعتبر واحد الحادثة الحصول على ثلاثة بيضاقات من نفس اللون إذن نحن نتم باللون فقط إذن نحن لدينا لونين يعني سنكون إما ثلاثة بيضاقات بيضاء أو ثلاثة بيضاقات حمراء وبالتالي فالكاردينال ديال ديال B أو ديال A إذن الكاردينال ديال الحادثة A غدي نسوينا سي ديال 3 من مجموع البيضاقات اللي هو 4 زائد أو إمكانيتين زائد سي ديال 3 من مجموع البيضاقات الحمراء اللي هو 5 إذن قد يحسبوه قد يلقاو 4 زائد 10 أي يسوي 14 وبالتالي P ديال A إذن تسوينا الكاردينال ديال A على الكاردينال ديال اوميغا إذن 14 على 84 بعد الاختزال تلقاو 1 ندخل السؤال الثاني سؤال الثاني سيعتبر هذا الحدث الحصول على ثلاث بيضاقات تحمل نفس الرقم نتابع هنا يهتم بالرقم لا يهتم باللون ثلاث بيضاقات تحمل نفس الرقم الأرقم اللي لدينا في البيضاقات أدنا الرقم السافر ورقم واحد ورقم جوج من سبيل السافر فأدنا بيضاقتين يحمل الرقم السافر لا يمكن لأننا نسحبه ثلاثة إذن يبقى الرقم واحد والرقم جوج إذن إما سنحصل على ثلاث بيضاقات تحمل الرقم واحد أو ثلاث بيضاقات تحمل الرقم جوج وبالتالي الكاردينال ديال بي إذن سيكون لدينا ثلاث بيضاقات تحمل الرقم واحد إذن سيكون لدينا ثلاثة من مجموعة البيضاقات اللي كيحملوا الرقم واحد اللي هما أربعة إذن سيديال ثلاثة من أربعة زائد سيديال ثلاثة من مجموعة البيضاقة اللي كيحملوا الرقم جوج اللي لدينا هما ثلاثة إذن واحد زائد أربعة أي خمسة إذن بي ديال احتمال ديال بي هو الكاردينال ديال بي اللي كاردينال ديال أوميغا إذن خمسة على أربعة وثمانية إذن سؤال ثلاث يعني قالوا أن أحسب احتمال الحصول على بيضاقات أرقامها مختلفة متنة متنة إذن نعتبر أحد الحصول على ثلاث بيضاقات أرقامها مختلفة متنة متنة يعني ثلاثة ديال الأرقام مختلفة إذن الأرقام اللي لدينا سافر واحد جوج وبالتالي فقد نحصل على الرقم سافر واحد وجوج إذن الكاردينال ديال سي إذن نحصل على الرقم سافر يعني واحد من مجموع البيضاقات اللي كيحملوا الرقم السافر نضربها في السي واحد من البيضاقات اللي كيحملوا الرقم السوش اللي هما ثلاثة إذن ستكون عدوج في أربعة في ثلاثة أي العدد أربعة وعشرين وبالتالي بيديا السي كيساولنا الكاردينال ديال السيف على الكاردينال ديال أوميغا أي ربعة وعشرين على ربعة وثمانين بعد اختزال تلقوا جوج على الأسبع آخر سؤال إذن قالوا لنا وحسب احتمال الحصول على ثلاثة بيضاقات مجموعة أرقامها يساوي ثلاثة إذن نتبروا هذا الحدث بالحصول على ثلاثة بيضاقات مجموعة أرقامها يساوي ثلاثة إذن نحن ثلاثة بيضاقات مجموعة أرقامها يساوي ثلاثة إذن نحن عدنا العرقام اللي عدنا عدنا السفر الواحد والجوج وبالتالي إما سنلقى واحد 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 إذن نتصر البيضاقات يحملوا الرقم الواحد المجموعة يساوي ثلاثة أو يكون عدنا بيضاقة فيها الرقم جوج وبيضاقة فيها الرقم واحد وبيضاقة فيها الرقم الصفر إذن المجموعة ديال جوج زائد واحد زائد صفر يساوي ثلاثة يعني هدو الإمكانيتي اللي عندي إذن نحسبو الكاغ ديال ديال هده نسميه ديال ما شبي إذن نحسبو الكاغ ديال ديال دي إذن ثلاثة ديال اللي بيضاقت كيحملوا الرقم واحد يعني السي ديال ثلاثة من أربعة ديال اللي بيضاقت كيحملوا الرقم واحد زائد لأن عدنا أو إذن السي ديال واحد من جوج في السي ديال واحد من ربعة في السي ديال واحد من ثلاثة إذن غدي نحسبوه غدي جينا أربعة زائد أربعة وعشرين يعني ثمانية وعشرين وبالتالي بيديال دي غي ساولينا ثمانية وعشرين على أربعة وثمانين بعد اختزال غي بقالي واحد على ثلاثة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر